الراديو 9090 هواها مصري كان دايماً شغلني لو هنقدر نعمل مشهد زي ده في يوم من الأيام بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامي كلها فحتة والمشهد ده فحتة تانية بعيد توكلنا على الله ربنا يا رب كده يكون معاكم إن شاء الله يكون قوي جداً الفيلم بإذن الله هنروح بقال محمد رمضان اللي احتفل بوصول عدد مشاهدات قناته على اليوتيوب لتنين مليار ومتين ألف مشاهدة وده في الوقت اللي إدارة يوتيوب حزفوا فيه أغنية إنساي رغم وصول عدد مشاهداتها لمية وسبعين مليون مشاهدة من غير ما اليوتيوب يصدر بيان رسمي يوضح فيه سبب حد الأغنية من ناحية تانية محمد رمضان كمان نزل عدد من الصور على انستجرام من مشاركته في احتفالية المسيرة الخضراء في مدينة مراكش المغربية مع النجم البرتغالي لويس فيجو والنجم الكاميروني ساموال أتو نرمين الفئي بقى نزلت صورة من كواليس حكاية ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبي واسمتي الجزء الثالث وكتبت عليها النهاردة كان آخر يوم في تصوير مسلسل نصيبي واسمتي ويا رب يكون عجبكم أما بعد ممثل والسيناريست عباس أبو الحسن أحيى الذكرى التانية لوفاة والدته نزل صورة ليهم سوا وكتب عليها النهاردة يمر سنتين على رحيلك يا أمي على غروب شمسك المفجع سنتين محاط بسرتك وأعمالك وأياديك البيضاء بين محبيك ومريديك من شتى مشارق الحياة أشم رائعتك يعني كتب لها كلام الحقيقة حاجة فوق الرائعة ربنا يرحمها يا رب ويصبرك على فرقهم ده بالنسبة لسوشيال ميديا النجوم الجزء الأول ولسه فيه أكيد أخبار تانية عن سوشيال ميديا النجوم وعن فقرات تانية عن أخبار النجوم خليكوا متابعين راديو سكوب على راديو تسعين تسعين نشان أقول لكم كل أخبار